ينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي محمد لو تضعنا بأبرز ما تطرق إليه اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل التحضير للقمة العربية المرتقبة في الجزائر يعني وفقاً للختام والمؤتمر الصحفي الختمي لأعمال هذه الدورة من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدورة الثامنة والخمسينة بعد المئة جرى التوافق بشأن مختلف القضايا ومشروعات القرارات التي تم ترحها أمام وزراء الخارجية العرب وخلال هذا الاجتماعات كانت هناك اجتماعات للجنة المعنية بالقدس وأيضاً اللجنة المعنية بإيران وتدخلاتها في المنطقة وأيضاً اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب ناقش المختلف التحديات التي تواجه المنطقة والأزمات في المنطقة العربية البيان الختمية أشار إلى وجود توافق على ضرورة الحل السياسي لمختلف أزمات المنطقة لكن برزت عدة موضوعات أبرزها ما يتعلق بالأمن الغذائي في المنطقة واعتماد أو إكرار مشروع قرار خاص باعتماد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي هذا الأمر الذي يتعلق بكيفية تعامل الدول العربية مع الأزمة الغذائية والأزمة الاقتصادية في العالم على إثر أزمتي كورونا وكذلك أيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيات ذلك على الاقتصاد والأمن الغذائي العربي وبالتالي يتم العمل وفق تلك الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة للتنصيق العربي مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للدول العربية أضافة أيضاً القضية الفلسطينية حيث أكد لنا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن البيان الختمي أو المشروع الختمي لهذه الاجتماعات سينص على إكرار الدعوة الفلسطينية لإقامة مؤتمر دولي حول الكدس وهو الطلب الذي تقدمت به فلسطين وأشار الوزير الخارجية الفلسطيني بأن العمل والترتيب لهذا الاجتماع سيبدأ من الغد للتنصيق على أعلى مستوى حتى يتم انعقاده في مطلع العام المقبل الأمر الآخر يتعلق بالأزمة التي نشبت خلال هذا الاجتماع بانسحاب الوفد المصري من هذا الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية كان لنا حديث مع متحدث باسم الخارجية المصرية الذي قال بأن هذا التحافظ جاء نتيجة لرفض مصر بأن تتولى رئاسة هذه الدورة وزيرة من حكومة الإدبيب التي هي وفقا لمصر قد انتهت ولاياتها ولا يمكن لي أسمح لها بأن تتولى رئاسة هذه الدورة وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الإدبيب والتي ترؤس أعمال هذه الاجتماعات نجلاء المنقوش علقت على هذا الأمر عند سؤالها في المؤتمر الصحفي وقالت بأنها تحترم القرار المصري لكنها قالت بأنه ليس من الضرورة أن تتوافق مع هذا القرار وهذه الخطوة المصرية وقالت أن الأمر اختلاف في وجهات النظر وأن الدورة قد نجحت بالفعل برئاسة ليبيا اليوم وأن أيضا من جانب الأمين العام للجامعة عربية أحمد أبو الغيد قال في تعليقه على هذا الأمر قال بأن الفترة المقبلة ستشهد العمل على ورقة يمكن من خلالها طرح المواد الخلافية والنقاط الخلافية ما بين الدول العربية ومن بينها هذه النقطة التي طرأت اليوم ما بين مصر وليبيا على أجندة القمة العربية المقبلة بالحديث أيضا عن القمة العربية كان هناك تصريح من وزير الخارجية الجزائر الرمطان لعمرة الذي قال عاقب انتهاد الاجتماعات في تصريح لوسائل الإعلام بأن سوريا قد حسمت الأمر فيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة في الجزائر وطلبت عدم استضافة أو عدم طرح هذا الأمر الخاص بعودة سوريا إلى مقعدها الدائم في الجامعة العربية خلال القمة العربية المقبلة وأشهد بهذا التصريح من الجانب السوري فيما يتعلق بعدم طرح هذا الأمر على أجندة القمة العربية المقبلة وقال إن هذا الأمر سيفسح المجال إلى القمة العربية بأن تكون قمة ناجحة أكثر بحيث لن يكون على أجندتها موضوعات خلافية ما بين الدول العربية مثل الموضوع السوري وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وبالتالي تم حسم هذا الأمر الذي كان يضار بشأنه الحديث طويلا عما إذا كان سيتم دعوة سوريا إلى عودتها لمقعدها من خلال قمة الجزائر أم لا أشكرك من القاهرة مرسل الغد محمد الحمراوي